عجائب الاستغفار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاستغفار ده يا شباب نعمة وفضل كبير جدا من عند ربنا بجد يعني ممكن يكون اغلبنا مش مش متخيل كمية الفضل اللي ربنا مدهانا في بس الزكر الصغير الاستغفار ده. بجد انتو مش متخيلين الاستغفار ده ممكن يعمل في حياتك ايه? الاستغفار ده ممكن يغير في حياتك ازاي? بجد بعد ما تسمع الفيديو دوت هيبقى لازمة الاستغفار ده بقى لازمة في حياتك. بقى حاجة دايما على لسانك. صدقني بعد ما تسمع الفيديو مش هتعرف تسيب الاستغفار قبل. اقول لكم على لامحات سريعة كده بس من حياتك اليومية يعني انت مسلا لو في الشغل. في الشغل وقبلك مسلا موقف ضيقك جدا وعكر مزاجك وخلى مودك مش مزبوط. مجرد بس انك تستغفر ربنا هتلاقي الموضوع اختلف معك تماما. هتلاقي نفسك استريحت يعني راحة لحظية فعلا. في ساعات هغمض عينك كده واستغفر ربنا بجد هتلاقي اختلاف كبير جدا. على القل هتهدى وتعرف تفكر في حل المشكلة الموضوع هيختلف معك سده. السجرة استغفر ربنا. وطبعا ده مش في الشغل بس يسعى لكده اي موقف في حياتك. صدقني العلاج الفوري لي قبل ما نخش في التفاصيل العلاج الفوري لي انك تغمض عينك لحظة كده وتستغفر ربنا. وهتحس بالفرق تقريبا مفعول فوري. وعلشان كده نصحت لكو في الفيديو دوت كاخ ليكو يعني ان انت دايما تخلي الاستغفار لازم على لسانك على طول. مايفرقكش ابدا في جميع احوالك. وصدقني هتشوف من الاستغفار ده يعني العجب العجب في حياتك. اصل ربنا ده جيد عنك كريم جدا يعني رحيم جدا بعباده. استغفر بس ربنا وانت تشوف فرق كبير جدا في حياتك ان شاء الله. انا في الفيديو ده هحاول اذكر بس يعني ايه بعض فوائد الاستغفار ده. ايوة بعد ما تستغرفش الاستغفار دوت شيء عظيم جدا. لو فضلنا نتكلم عن الفضائل بتاعت ونعددها مش هكفينا فيديو ولا اتنين. فاحنا نتكلم بس على قدينا كده على ايه الكلام البسيط ليوصل لنا كلنا ونقدر نستفد بيه. لا قدر الى حد ما ان انا قدر اقوله في الكم دي ادور. في الاول هنتكلم عن الاستغفار دوت وفضله في مغفرة الزنوب ورحمة ربنا الكبير علينا. ونتكلم في النص الاخير من الفيديو عن فضل الاستغفار في انه بيبقى سبب في اللطف ورحمة ربنا بيكفي لحياة الدنيا. في البداية كده نبدأ مع بعض ببعض الاحاديث كده اللي اللي بجد يعني هتعرفوا منها اصل الاستغفار وفي رحمة ربنا ومغفرته للزنوب. كان فيه في مرة واحد جل لرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لي يا رسول الله ارأيت ان اذنبت ذنبا. قال يكتب. طب لو تبت قال له يغفر. قال له وين عدت. كان من الرسول الله سلم قال له يكتب. قال له وين تبت. قال له يغفر. واو يمحى. الله في الاحراب يبقى في نفسه كده يعني انا انا هعمل الزنب اه يتكتب. استغفر ربنا يمحى يعني الى متى يا رسول الله الى متى يمحى الزنب الى متى فضل ربنا الكبير ده علينا ما ان لو واحد وقع في زنب واستغفر ربنا يمحى. الى متى يا رسول الله؟ BranOR صلى الله عليه وسلم بيقول له ان الله لا يمله من المغفرة حتى تملوا من الاستغفار. ربنا مش هيبطل يغفر لك زنوبك الا لما انت هتبطل وتبطل استغفار يعني خلاص تحس ان انت خلاص من ربنا مش هيغفر لك بس ما فيش كده رحمة ربنا كبيرة جدا. انت دايما بس استغفر ربنا. الله عز وجل لن يمل الا ان تمل انت من الاستغفار. استغفروا بقى. وفي حديث كدوس تاني ربنا عز وجل بيقول يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا قبالي. يعني ربنا بيقول لك يا ابن ادم يعني انت مجرد انك تدعيني في اي وقت وفي اي ظرف غفرت لك ما كان منك اخفر لك كل زنوبك ولا قبالي. يعني زنوبك دي بالنسبة لي مش حاجة يعني ان انا اخفرها لك. غفرت لك ما كان منك ولا قبالي. انك انك توصل لمرحة انك تستغفر يعني انت ربنا موجود دايما اه متزكر ان ربنا رقيب عليك. عارف انك عبد وليك رب. لازم تنزلله عشان يغفر لك. لا ده شوف كمان ربنا بيقول ايه? يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك ولا قبالي. يعني ده انت لو ذنوبك ايه? ده انت مش لو جايلي بذنوب بس غفرتها لك. لا ده انت لو ذنوبك كمان وصلت لعنان السماء برضو ربنا يغفر لك ولا يبالي. عادي ايه? بس انت استغفر بس. شايفها كبيرة قوي? حاجة كبيرة قوي ما تصدقش ان انت زنوبك تبقى وصلة كده للسماء وربنا يغفرها لك واكنه يعني اكن ربنا موضوع عادي بالنسباله. لا ده ربنا بيقول لك ايه? يا ابن ادم انك لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفرة. تتخيلين رحمة ربنا? بعباده عاملة ازاي? يعني مجرد بس انك تستغفر. انت طول ما انت بتستغفر زي ما قلت لكم انت متذكر ان ربنا ركيب عليك. عارف ان انك ليك رب وانك عبد. ولازم انت تزلله. فدي في حد ذاتها كبيرة. استغفره بس ربنا. والدليل على كلامي دوت ان في حديث كدوس تاني برضو. ربنا عز وجل بيقول ايه? اذنب عبدي ذنبا. فقال ربي اذنبته ذنبا فاغفره ليه. فربنا عز وجل بيقول ايه? قد علم عبدي ان له ربا يغفر الذنوب. قد غفرته لعبدي. انتم متخيلين رحمة ربنا? وبعدين يعني احنا بنتكلم في يعني ربنا عز وجل خلص القصة ديت كلها لما الف اكتاب الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يعني خلاص بقى عاوز تاني. استغفر ربنا بس. طبعا احنا لو فضلنا نذكر ايات واحاديث من هنا تلات ايام جايين ولا حاجة عن الفضل الاستغفار ومغفرته الزنوب وفضل ربنا الكبير علينا منه? تعالوا بقى نشوف كده عجيب الاستغفار مع بعض. ونشوف ازاي ان الاستغفار بيخلي دايما لطف ربنا معاك. وبيزيل عنك اي هم او غم بتشعر بي. طبعا كلنا سمعنا قصة الامام احمد بن حنبل والخباز اه وكان فضل الاستغفار فيها عامل ازاي? امو القصة موجودة عن نتلة تقدروا تجيبوها وتقروها بنفسك. بس انا للاسف مش هذكرها لاني دايما في المقاطع بتاعتي ما بحبش اذكر الا الحاجات اللي هي المؤكدة انها صحيحة. اللي اتذكرت بالفعل او هي حديث صحيح بالفعل او من الكرآن الكريم طبعا. غير كده طالما الحاجة انا ما قدرتش اوصل لمصدرها الصحيح ما بقولهاش في الحلقة بتاعتي. فانا ما قدرتش اوصل لاي حاجة تخص القصة دي ان هي فعلا صحيحة عن الامام احمد بن حنبل. فمش هذكرها وتقدروا لو انتو حابين تقروها تشوفوها من عن انترنت. خلينا نركز بقى على المواقف الصحيحة اللي متأكدين منها في السنة اللي اللي بتثبت قد ايه فضل الاستغفار في قضاء الحاجات في حياة الانسان. والقضاء الهموم وزوال الغم. وحاجات تانية كتير جدا. سيدنا ابو هريرة بيقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيستغفر في اليوم سبعين مرة. او للتصفح اسف اكثر من سبعين مرة. طب سواني ده الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطأ. ويعني ربنا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ومع ذلك كان مداوم على الاستغفار يوميا? طب تفتكر ايه السبب? يعني يعني هو خلاص يعني بالنسبة للشق بتاع الاستغفار بيغفر الزنوب هو بالفعل مغفر له زنوبه. اه ايه الفكرة بقى ان هو رسول صلى الله عليه وسلم مداوم على الاستغفار دوما? يعني انتم متخيلين معايا? يبقى كده نفهم من ايه? نفهم ان فعلا زي ما الاستغفار ليه فويت في مغفرة الزنوب ليه فويت فعلا في قضاء الحاجات وزوال الهم والغم عندك في المواقف اللي تقابلك في حياتك. وان ربنا يسر للامر عباده كده بسبب الاستغفار شوف لما بتعمل حاجة كده وتلاقي الامور ميسرة معك. يعني ماشي بتعمل حاجة ميسرة معك بدون اسباب كده مش عارف السبب ده يبقى فضلي كبير من ربنا. فدوموا على الاستغفار دايما يا جمعة. من احد الافضل العظيمة جدا للاستغفار ويا حاجة الناس كلها بتدور عليها هي سعة الرزق وفتح ابواب الرزق اللي الناس حاسة انها مقفلة الاستغفار سبب كبير جدا في سعة الرزق وفتح الابواب اللي انت شايف ان هي مقفلة دي. السعي امر مفروغ منه. طبعا لازما اي حد لازما دايما يسع عشان يلاقي. بس ده لا يمنع الاستغفار سبب كبير جدا في فتح ابواب الرزق. وتيسير الامور ليك. على فكرة مش انا اللي بقول ده ربنا عز وجل اللي بيقول كده وفي كتابه الكريم. طب فين ده? بص كده معي في سورة نوح الاية عشرة واحداشر واتناشر بيقوله ايه? بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارة يرسل السماء عليكم مضرارة ويمددكم باموال وبنينة ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارة. يعني استغفر ربك ربنا غفور ورحيم بعباده. بيخلي الاستغفار ممكن يخلي يرسل السماء عليكم مضرارة يخلي يخلي السماء طمطر المية موضع رزق وبركة من ربنا كبيرة. يمددكم باموال وبنين. ويجعل لكم جنات. يعني الناس بتدور دايما على المال والبنون. المال اهو سعة الرزق. والبنون الناس كلها برضو بتطلبها. زرية. خالي الاستغفار ممكن يبقى سبب في حاجة زي كده. لا ده مش في الدنيا بس كمان ده بيقول لك ايه? ربنا عز وجل ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارة. يعني غير الفضل اللي انت هتاخده في الدنيا كمان في الاخرة خدت الفضل كله. وفي بعض الايمة بيقولوا ان في بيقولوا في تفسير الاية دية ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارة دية كناية عن الاستقرار في الحياة. تبقى حياتك مستقرة. ايا كان التفسير انا مش في موقف تفسير ولا انا اهل لي برضو. بس في جميع الاحوال انت هينولك فضل كبير جدا بسبب الاستغفار. والفضل التاني او الكنز التاني من الاستغفار دوت في حياتنا هو الامان. ان الاستغفار دوت هيعزقك الامان في الدنيا وفي الاخرة. تقول ازاي بس عم معاز هقولك انا ازاي. والدليل على كده قول الله عز وجل. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ايو ايو هي الاية اللي قلناها من شوية في الفيديو. لو خدت بالك. فخلاص انت في امان من 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 عذاب ربنا طول ما انت مداوم على الاستغفار ودايما لما بتعمل الزنبي بتتوب منه توبة نصوحة. يعني انت معاك الاستيكة اللي بتمحي بيها. معاك الحل السحري. بس انتو لازموا على الاستغفار. ويمحي زنوبك اول بول وما تقنطش ابدا من رحمة ربنا. وفتكر دايما ان الله هلا يمل حتى تمله. احنا اللي بنملي ونزهق مش ربنا ابدا. عرفتوا بقى ليه انا نصحتكم كانت نصحت لكم في بداية الفيديو ان انت دايما تخلي الاستغفار لازمة في حياتك. مدومك دايما في حياتك طول اليوم. اي وقت فراغت استغفر في ربنا. اسف لو الفيديو طول عليكم النهاردة. اتمنى الفيديو يكون كان خفيف عليكم. وان انتو تكونوا عرفتوا الكنز اللي انا عرفته دوت. ومعايا دايما في حياتي. كان معاكم اخوكم معاز السبع. لا تنسوا لي من صالح الدعاء في رعاية الله.